شارك الدولي الجزائري صفياً هني مهاجم نادي أندالاخت البلجيكي أساسياً في المباراة التي جمعت فريقه بنادي موسكرون وتمكن هني من تسجيل هدفاً في تلك المباراة أكد من خلاله عن قوته التهديفية كما قطع هني دابير الشك باليقين وأسكت أفواه المنتقدين الذين شككوا في قدراته ورفع هني رصيد أهدفه إلى 32 هدف في دور الدرجة الأولى البلجيكية تألق الدولي الجزائري السابق إسحاق بالفوضيل مع نادي ستندردولياج البلجيكي من خلال المستوى الكبير الذي ظهر به ليقود فريقه للإطاحة بنادي زولت وظهر بالفوضيل بقوة كبيرة وبيّن حضوره في الشوط الثاني بعدما ضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة الواحد وسبعين من عمر المباراة كما أبدع بالفوضيل بتقديمه تمريرتين حاسمتين تمكن فريقه من العودة بفوز ثمين قاد الدولي الجزائري سين كادامورو ناديه سيرفيا جونيف إلى الفوز بهدفين دون رد ضد نادي لومون لوزان في مباراة الدور السويسري وشارك الدولي الجزائري أساسياً وكان وراء الهدف الثاني الذي سجله فريقه قبل نهاية اللقاء بأربعة دقائق ويعمل كادامورو دائماً على تقديم مستوى مميز وتسجيل الأهداف علماً أن الهدف الذي سجله في مرمى لومون لا يعد الأول له بل هو الرابع له لهذا الموسم أشار مدرب نادي بورتو البرتغالي نونو أسبيريتو سانتو في ندوة صحفية عقدها بعد لقاء بلينيس إلى قضية التهميش غير المبرر الذي يتعرض له الدولي الجزائري سين براهيمي فبعدما وجد سانتو نفسه محاصراً بأسئلة كثيرة حول سبب عدم الاعتماد على براهيمي وعن مسلسل وضعه في دكة البودلاء برر التقني البرتغالي موقفه بانتظاره للوقت المناسب لإعادة ابن المنيعة إلى قائمة اللاعبين الأساسيين ترجمة نانسي قنقر